نكمل أخبار نادي الزمالك نادي الزمالك في الوقت الحالي بطلوم منه أنه يسدد خمسة وعشر شوف الزمالك كله شوية يطلع له شوية غرامات وفلوس غريبة كده شوف النهاردة دخلنا لمرحلة الفرانك السويسري الزمالك بطلوم منه أنه يسدد خمسة وعشرين ألف فرانك السويسري من أجل تفعيل الاستئناف اللي كان يتقدم به النادي على غرامة المجربي خالب وطايب لعب الفريق السابق واللي حصل على حكم بالحصول على ثلاث ملايين دولار قيمة عدو الزمالك تلقق طبع من أسبوع من المحكمة الرياضية الدولية أنه يدفع خمسة وعشرين ألف فرانك قيمة استنافه على الحكم ولو الزمالك ما تفعش الخمسة وعشرين ألف فرانك الحاجة يعني مفروضة بسيطة يعني ده هيخليه يضطر يدفع الثلاثة مليون دولار لخالد بطايب عشان كده الزمالك طبعا بدأ يتحرك بسرعة أنه يسدد الخمسة وعشرين ألف فرانك حيث لا تقدر يطلع لك حاجات كده هو يا جماعة يعني هو يعني اللي موجود أو اللي كان موجود ما كانوا شايفين كل ده سبحان الله والله ماشي محمد صبحي حارس مرمى الزمالك طلقت صلاة من بعض محبي نادي الزمالك ورجال الأعمال عشان يجددوله وعقده مع الفريق أحد المرشحين لانتخابات نادي الزمالك انتخابات على مستوى الرئيس يعني كلم مع محمد صبحي وقال له ما تقلقش بالنسبة لتجديد التعاقد والفلوس اللي انت طالق لها ماشي نادي الزمالك اتفق مع أحمد نادر السيد حارس المرمى على العودة للفريق مرة أخرى اللاعب هيوقع على عقد الانضمام لنادي الزمالك بس العادي ده مش هيتم تفعيله إلا في يناير لو ما تمش رفع الإقافة عن نادي الزمالك لو تم رفع الإقافة عن نادي الزمالك قبل غلق باب القيد يوم 14 من الشهر الجاري أحمد نادر السيد هيكون جاهز للمشاركة مع الفريق أو الدخول في قائمة الفريق في الموسم الجديد دي حكاية أحمد نادر السيد حمد علاء اللاعب الشاب في وسط نادي الزمالك رجع التدريبات تدريبات الفريق من الجديد كان غاب عن تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين واللاعب تدرب منفرداً كعقوبة على اللاعب إنه ما جاش التدريب اليومين اللي فاته ده ليه؟ عشان حمد علاء عايز يمشي من الفريق حمد علاء عايز يطلع من الزمالك بنظام العارة عارة وسوريو كان قال له في البطولة العربية إنه هيكون اللاعب رقم أربعة في حساباته في وسط الملعب بعد روء أو عمر السيسي ودونجا وشايف إنه بما إنه مش هشارك أساسي فيطلع مرة أخرى كلاعب معار وهو عنده عرض فعلاً لنادي من نادي سموحة إنه ممكن يروح للفريق الصفقة كانت تعطلت بس ممكن تتفتح تاني لو رحل أو الزمالك وافق على رحيله عن الفريق خان كالوس أسوريو الموديل الفني للزمالك رفض وجود سامسون إكينولا مع الفريق بس في نفس الوقت هو يعني وافق إنه اللاعب يتضرب مع الفريق ويتجاهز بدنياً وإنه يبقى موجود عشان الزمالك يقدر يسوأه ويجاهزه عشان يبقى أي نادي ممكن يحب يشتريه لأيه جاهز فالزمالك يعرف ياخد فيه رقم وهكذا يعني الزمالك في نفس الوقت تعرض لإيقاف جديد في الساعات اللي فات بسبب إكينولا عشان ما دفعش مبلغ 11 ألف دولار 11 ألف دولار لنادي اسمه 36 ليون الناجيلي قيمة حق رعاية في سامسون إكينولا وطبقاً لهذا العقد الزمالك مطالب بتزديد الرقم للنادي الناجيلي عشان يرفع الإقاف من عليه في رقم للأسف رقم قليل جداً كان المفروض تبقى الأمور أحسن من كده طيب